في محافظة أسوان وفي أجواء احتفالية شارك دكتور إسماعيل محمد كمال محافظ وأسوان من أمام مبنى ديوان عام المخفضة شارك في احتفالية إطلاق وتدشين المبادرات الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري والتي تشارك فيها كافة الوزارات والهيئات من أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان الزميل أنس النمر بداية جديدة لبناء الإنسان هذا هو شعار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي دشنت أمس من مقر العاصمة الإدارية الجديدة في احتفالية شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارات وفي محافظة أسوان شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أمام مبنى ديوان عام المحافظة في إطلاق المبادرات الرئاسية واستأجواء احتفالية من خلال جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأرشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة في أسوان بإشراف من المهندس عمر لشين نائب محافظ أسوان وخلال فعاليات إطلاق مبادرة بداية أكد محافظ أسوان على ضرور تكاتف مختلف الأجهزة لتحقيق أهداف المبادرة لإداد مجتمع أكثر وعيا وتقدما ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهارتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني وتعزيز روح فرق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فاعلة وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال مشاركته في إطلاق المبادرة الرئاسية بداية أكد أنه تم تكليف كافة الجهات المشاركة بتوثيق مختلف الأنشطة التي سيتم تنفيذها بواقع 651 نشاط مشددا على ضرورة توفر مقاومات النجاح لهذه الأنشطة لتكون محافظة أسوان رائدة في هذه المبادرة ومثال يحتدى به لباقي المحافظات وشدد المحافظ خلال إطلاق مبادرة البداية لبناء الإنسان على أهمية تنفيذ الأنشطة في موعدها المحددة بكل دقة وإتقال ووفقا للقطة الموضوع لها لضوان الوصول إلى الأمس تعد من أهم المبادرات التي ترتكز على تنمية المواطن المصري وتستمر فعليتها لمدة مئة يوم بمختلف المحافظات كمحور من محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي يهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية مع العمل على نشر الوعي الصحي وثقافي للمواطنين من محافظة أسوان لكم تحياتي أنا سنم للقناة الثامنة